سهل الخير في الفيديو ده هنتكلم عن الأشكال بتاعت الكمبوننت ايه الأشكال بتاعت الكمبوننت ازاي لما نقف على بوتن نقدر نغير اللون بتاع التكست او اللون بتاع الشيب بتاعه ازاي نقدر نعمل بوتن زي كده اللي هي التغل سويتش وازاي نقدر نتحكم في الحركة بتاعتها يلا بينا نروح للدرس اوكي هي عبارة عن شكل تاني للكمبوننت من غير ما اعمل دوبليكيت واديله شكل تاني الكمبوننت ستايت اتراكتف جدا في الويب سايت او في الابليكيشن لانها بتدي احاق انه في انتراكشن بين الابليكيشن وبين اليوزر بتاعه ازاي اشتغل على الكمبوننت الستايت لازم اكون متأكد ان انا واقف على المين كومبوننت مش الانستايت يعني انا لو واقف على الستايت مش هيزبط معي لازم اكون مختار المين كومبوننت في حالة ان انا مختار المين كومبوننت هيجيبلي هنا الكمبوننت مين ودفولت ستايت وجنبها علامة زائد خليني ادوس على علامة الزائد وهلاقي ان هو جايبلي new state و hover state وال toggle state خليني اشتغل الاول على ال hover state انا دلوقتي اخترت ال hover state خليني اخليها بنفس الاسم اتس اوكي لو عايز تغير اسمها اي ان كان مش هو ده الموضوع الموضوع انه هدوس برا وهارجع تاني الكمبوننت وهروح ال hover وابتدي اشتغل عليه اوكي انا عايز ال button دوت لما يكون الماوس يجي عليه لونه يتغير يكون بدل ما هو اخضر يكون احمر اوكي فهدوس عليه بكل بساطة وهقول له film ويخليلي الفل بتاعه يكون لونه احمر وكمان text يكون لونه مثلا قحلي كده اوكي وكمان الدايرة دي مكانها بدل ما يكون هنا يكون هنا اوكي وهارجع تاني وهدوس هنا وهارجع ال default ده ال hover وده ال default ده ال hover وده ال default طيب اوكي خليني اجرب ايه رايك اجرب اعمل كده مم ماجابليش ليه ليه ماجابليش لانه انا مش حاطط ال button في اي page مفروض ان ال button دي تكون محطوطة في اي page فخليني احطها في ال page دي واجي هنا اتس اوكي خليني اعجبها في ال page دي واجي هنا واقول له preview واجي عند ال button واشوف ايه اللي بيحصله اوه ماشي رائعة اقدر اعدل اقدر اعدل عادي جدا اخليني اروح ال button واقول له مثلا default state اللي المفروض ال button في الحالة الاساسية بتاعته ال basic بتاعه اوكي ال basic بتاعه انا عايزه يكون double click ويكون من غير drop shadow ويكون من غير film ويكون ب stroke ويكون ال stroke بتاعه يكون كده بالشكل ده والدائرة دي تكون اه كده اوكي وخلينا نصغرها بص احباب بنعمل كل حاجه ممكن تحصل اوكي وخلينا نصغرها بالشكل ده اوكي ده انا عدلت طيب ال hover over او ال hover over تعالى بقى نخلي ال hover over يكون fill ونشيل stroke ونخلي ال fill يكون اخضر اوكي طيب تعالى نرجع ال different اوكي نروح لل hover ونخش جوه ال hover ونقوله هتلينا الدايرة اللي كانت هنا هتلينا ال ellipse اللي كانت هنا دي اوكي اه تكون اه fill وتكون كبيرة بالشكل ده اوكي لازم تتأكد في ال two states انه كل حاجه انت عايزها تكون في الشكل التاعه اوكي طيب اه ده ال default state وخليني ارجع تأكد من ال hover over وهروح اعمل preview وجالي على ال hover over لان انا واقف عليه لازم اتأكد وانا بعمل preview ان انا اكون واقف على ال default state فانا هقفل دي وهروح اقف على ال default state وهقوله preview ويعمل لي كده اوكي ايه تاني اقدر اعدله اقولك ايه تاني ممكن نعدله ممكن نروح ال default state ونقوله خلي ده بدل ما هو كده يكون كده اوكي وخليه كده وصغرهولي كده خالص اوكي وخليه يكون كده تمام اوكي وهاجي اقف عليه وهروح لل hover over لقيت ان انا لما عدلت في ال default نفس التعديل حصل في ال hover over فلازم ارجع تاني لل hover over واقوله هاتلي rectangle بالشكل ده وكبرهولي وخليه يكون fill بالشكل ده ويكمل لحد الاخر تمام؟ بالطريقة دي اوكي تعالى نشوف ايه اللي هيحصل ده default و preview ونشوف ايه اللي هيحصل بالشكل ده تمام؟ ده كان hover over طيب ايه هو toggle state انه نفس الفكرة لكن شوية مختلفة ايه اللي مختلف فيها انه فين البطن اللي احنا اهاختنا عليه خلينا نجيب البطن ده هنا و ايه نقوله تعالى اه اه هنا الفرق بين ال hover over وال toggle ال hover over انا لما بقف بالماوس على ال button الطوغل لما بكليك على ال button بيحصل اكشن هنا لما بقف بيحصل حاجة وهنا لما بدوس بيحصل حاجة اوكي طيب خلينا نشوف دي الديفلت ستيت وهقوله التغل ستيت اوكي طيب هرجع هنا تاني وهقوله التغل يكون دي تروح يمين اوكي ويكون لونها ابيض ودي تكون لونها اه احضر اوكي انا عايز افتح الابشن دي اوكي تعال هنشوف بالشكل ده اوه طيب تعال نجرب كده طيب اه نفس المشكلة تاني يبقى نرجع نحط دي هنا ونقوله تعال هنشوف كده اوكي طيب ايه اللي اقدر اعمله في الستيت كلها بشكل عام خلينا نرجع نقوله تعالى ده ده ويكون الستيت بتاعته عادية خلينا نجرب دي ونخليها كده ويكون الفيل بتاعه كده ويكون كده وكده وانا عايز امسح الالبس دي بصراحة عشان ما لهاش داعي وتعالى نشوف الهوفر اوفر بتاعه عامل ازاي ونكبره بس سيكا بالشكل ده وخليني اصغر ده كده ولا ولاك تعالى خلينا نكبره عشان نشوف شكل الحركة هيكون عامل ازاي اوكي اه 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 انا رجعت كم خطوة وهارجع اخد مكان طيب اوكي تعالى نروح دلوقتي للبروتوتيب ودي حاجة جميلة طيب البروتوتيب اه هنا بيقول لي انه انت اصلا عامل حركة يعني اللينك ده بيقول لي ان انت اه عامل حركة من ال default للتوغل اه وهنا عامل من ال default للهوفر هو ليه شاف الموضوع لان انا قريدي عامل two states يعني انا عامل state للبوتن ده وعمل state للبوتن ده فهو فهم انه فيه فيه انتر اكشن هيحصل فانا لازم اكون مديله حركة معين طيب اوكي خلينا نقول انه الحركة بتاعة التوغل انا عايزها تكون auto animate وتروح لل ويكون بتاعها يكون بالشكل ده وخلينا نجرب نشوف ايه اللي هيحصل بالشكل ده معنى كده ان انا اقدر اتحكم في شكل الحركة كمان بتاعة state اوكي بتاعة actually بتاعة الاتنين state مش بتاعة التوغل بس يعني انا واقف على default بقوله لما ادوس tab هروح للتوغل اعمل لي bounce اوكي طيب لما هقف على التوغل هقوله لما هدوس tab هتروح للدفولت وتعمل لي مثلا snap اوكي بالشكل ده خلينا نجرب ونقوله خلينا وافينا على default واد تعال نجيب دي في النص مش عارف لي زان اي انا في الشمال bounce snap bounce snap اوكي بالشكل ده فمعنى كده ان انا اي animation هتديه للstate اقدر كمان ان انا اتحكم فيها ده بالمختصر كان اللي ممكن نتكلم عنه في component state وخلينا نروح للفيديو اللي بعد اشتركوا في القناة